عمر جمال مهاجم النادي الاهلي طبعاً بيتكلم عن أنه أولوية الاختيارات عنده للنادي الاهلي وأنه بيترك القرار في الفترة الجال المسؤولين بناء عنه أو التمسك به واستمراره مع النادي أو احتياج النادي له فنياً أو إتحت المجال له لاختيار أي تعاقد أو أي فرصة أخرى تكون متاحة له خارج النادي الاهلي وبيقول أنه الأولوية عنده في اختياراته دائماً أبداً هي بقاءه داخل صفوف النادي الاهلي ووجوده مع هذا الكيان اللي بيحبه ويحترمه كثيراً ويتمنى أنه يكون جزء من منظومة المجموعة المتميزة من اللاعبين أو مجموعة اللاعبين اللي بنتمنى جميعاً أنها ترتقي بالأداء والنتائج وتحقق كل ما هو مرجو على مستوى الجماهير المصرية والعربية المحبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله طبعاً ده هيحصم خلال الفترة الجاية وهنعرف القرار وما توصل إلي النادي بالتنصيق طبعاً مع مهاجمنا عمر جمال